طيب السلام عليكم ازيكم عاملين ايه يا رب تكونوا خير. الحمدلل على السلامة كده من الميترم ان شاء الله تكونوا دبتوا درجات كويسة يعني. النهاردة دي لكشور بسيطة جدا دي تعتبر الشابتر رقم اربعة من منهج الاس اي. دي المحاضرة اللي تقلت قبل الميترم على طول. فمحاضرة صغيرة يعني هنقولها سريعا وتكملتها بقى. اللي هو تكملة شابتر فور. اه اه اتسجل قبل كده في الاس اي مراجعة الاس اي وانا حاططها في اللي هو الفيديو بتاع الكلاص دي اجرام والاردي دي اجرام. طيب اه النهاردة احنا هنتكلم عن ايه? احنا النهاردة هنتكلم عن حاجة اسمها دومين مودرينج. هنتكلم الاول يعني ايه دومين? ويعني ايه مودرينج? ويعني ايه بروبلم دومين? بعد كده هنخش اكتر في التكنيكس. الاول برضو هنعرف حاجة اسمها يعني ايه سنج? اه تبع بتاعنا ممكن نقول سوفتوير سنج. اه اشياء السوفتوير. وبرضو هنعرف في الاخر التكنيكس اللي احنا ممكن نستخدمها عشان نقدر نطلع السنجز دي. وهنعرف كمان السنجز دي احنا مفروض بعد بابنطلعها بنعمل بهاي. فان شاء الله تكون السيشن لطيفة. طيب خلانا نبدأ في الاول خالص يعني ايه مودرينج? وده اللي احنا خدناه في الشابتر اللي فاته اللي فات لو تبتكر. فعرفنا ان الموديل هو ان احنا نسيمبل اي حاجة يعني اي حاجة كبيرة كده مش واضحة معقدة شوية. بسببها او اي ان كان اي حاجة. بنبدأ ان احنا نوضحها بشكل مبسط اكتر علشان نفهمها بشكل افضل. ممكن بقى نوضحها بان احنا نسيمبل في الموضوع جاست ان احنا بس بنختصر الكلام او كزا. او ان احنا نموديل الموضوع في ان احنا نبدأ نعمل بقى او اكتف دياجرام وحاجات من دي عشان نوضح اكتر حاجة ما كانتش واضح. ده كده بشكل عام يعني. طيب ايه هو الدومين? فبيقولك ان الدومين في الصوفت وير بيريفير لسبسيفك اريا منطقة معينة في مجال كبير. يعني احنا عندنا مجال الصوفت وير عموما عايزين نخصص منه اريا معينة. الاريا المعينة دي دي بنسبة لنا دومين. لو مسلا فينانس. حتى لو مش في الصوفت وير مسلا لو احنا هنتكلم على السبورتس. لو احنا هنتكلم عن الرياضات عموما ده كده اعتبر دومين. هنتكلم عن اه مثلا الاي اي. فده كده دومين. الاي اي سبسيفيك اريا. بتضموا حاجات كتير جواهر ببعض. كويس? طيب. ايه بقى الدومين موديلينج? ان احنا بنبدأ نعندرستاند ونريبريزنت الروز والااا والكونسبس اللي تقدر اللي نقدر بها ان احنا نسيمبليفاي دومين معين. او كمان بقى مش مش هيبقى دومين في الحالة دي هيبقى حاجة اسمها بروبيلين دومين. واللي احنا هنشوفها كمان شوية. بحس ان احنا نقدر نحل او نقدر نحن نجيب solution او لدومين دي. فخليني الاول اقول يعني ايه بروبيلين دومين وبعد كده هنرجع تاني نوضح ايه هو دومين موديل. طيب البرومين احنا عرفنا ان الدومين بشكل عام هو حاجة كبيرة. يعني احنا عندنا حاجة اكبر اللي هي الدنيا كلها. بعد كده بنقسمها لكذا دومين. كل دومين بقى فيه بروبيلين دومين. فمس احنا عندنا الدومين عموما الاسبورتس مثلا. اللي هي الرياضات. كلها بشكل العام. البروبلم دمين هكون حاجة مسلا لو احنا اتكلمنا على الاسبورتس هكون حاجة خاصة بحاجة سبسيفيك قوي جوه جوه الاسبورتس دي. مسلا احنا نترين على تكنيكس جديدة في الفوتبول مسلا. فان خصصت لعبة قرة القدم من الاسبورتس وكمان خصصت حاجة معينة هعملها جوه. فده كده البروبلم دمين. اه اسبسيفيك اريا او سكوب في البروبلم او عايز احلا. ده كده اللي ايه البروبلم دمين. برضو في هنا تعريف تاني بيقول ان احنا بنزوم ان على اسبسيفيك اريا او ايشو جوه البوردرد او جوه البوردرد دمين. يعني احنا عندنا دمين كبير بنزوم ان على حاجة معينة جوه. فنيجي من هنا بقى موضوع دمين موديلينج. ان احنا لما نربريزينت الموضوع ده. مسلا احنا عايزين نعمل ترينينج تكنيكس جديدة في الفوتبول في القورة يعني. فنبدأ نربريزينت الموضوع ده. آآ نموديل الموضوع ده بشكل فيزبل اكتر بشكل ان احنا نعمله بقى زي ما هنعرف كمان شوية. نطلع منه ونطلع منه بعد بقى نقدر نعمل آآ نطلع وكذا عشان نقدر نجيب حل فعليا للمشكلة دي. اللي هي مسلا ترينينج تكنيكس انفودر. فارب الموضوع ده يكون موضوع. ايه هيبقى الاشياء بتاعة الصوفتوير. هو ببساطة شديدة. ده هو اي او حاجة حاجة مادية لحد ما مش حاجة معنوية يعني. موجودة جوه السيستم واليوزر بيانتر اكت معاها عشان يكون بليت تاسكة معينة. بمعنى ايه او ايه الامثالة اللي ممكن تكون موجودة. شبنج مثلا انفورميشن. آآ برودكس. آآ كاستمر بروفايلز. لاندك بيج. آآ ممكن يوافي. بايمنت ميسود. كل دي حاجات تعتبر سينجز جوه السوفتوير بتاعنا. طب ايه اللي ما يعتبرش سينج. ان انا مثلا اقول يوزابلتي. دي مش سينج. دي حاجة غير ملموسة ايه او حاجة بلاش ملموسة قوي. لان برضو انت مش هتمسك اكيد الشابنجي انفورميشن مثلا. بس هي حاجة معنوية اكتر. ايوزابلتي بقى مش عارف ان اليوزر يكون مبسوط وهو بيستخدم الابليكيشن بتاعي. كل دي حاجات متعتبرش سينجز يعني. اما اي حاجة تاني انت تقدر تتعامل معه وتشوفها بعينك. دي تعتبر سينجز. طيب. آآ بيقولك ان احنا بعد يعني بعد ما نطلع على السينجز دي بنقدر نعمل الـ domain classes او الـ data entities وبعد كده بالتالي بقى بنقدر بعد كده نطلع requirements ونقدر بعد كده ان احنا ننهانس يعني اياما نطلع requirements جديدة اياما ننهانس requirements موجودة. بنقدر نعمل حاجات كتير جدا ان احنا تعلمناها في الكورس ازا ان احنا بنقدر بعد كده نعمل فيزابلتي بشكل واضح لان هي بقى دينا السيستم بقى متكامل او الـ structure بتاع السيستم بقى واضح عن طريق السينجز دي. خلي بالك من حاجة مهمة جدا ان السينج مش use case في فرق. يعني لما انا اقول products ده كده يعتبر سينج. بحير. لكن لما اقول buy products اشتري products دي كده تعتبر use cases. فلو انتو خدتوا بالكم من المثال ان السينج دايما بيكون حاجة objects او حاجة entity حاجة كده. اما use case هو action هو user بيعمل حاجة فبنعتبارها use case. حتى احنا كنا عارفين ان use case دايما بيكون من حاجة اسمها verb noun. فbuy product add product add item delete image كل الحاجات دي تعتبر use case ما تعتبرش thing. طيب. في بقى techniques. المفروض ان احنا بنستخدمها عشان نقدر نطلع او نعرف things بتاعت ال project بتاعنا او software بتاعنا. طبعا من شرط يكون برضو software بس احنا بنتكلم هنا وزن المادة بتاعتنا فاحنا نتكلم على software اما طبعا التكنيكس دي تقدر تعملها في اي حاجة في حياتك هتشتغل عادي. وهتكلم معاك وباستفادة عنها كمان شوية. فهم two techniques حاجة اسمها brainstorming technique. والنون technique. نتكلم عن كل واحد بتفصيل كم شوية فايه. خلينا نخش على رسول. الbrainstorm. الbrainstorm ده يا شباب يعني ركزوا كده معاك عشان brainstorm ده فعلا حاجة مفيدة ومهمة جدا جدا جدا. واللي في منكم او قدام ممكن يكون موجود في session من sessions بتاعت الbrainstorming هيحس فعلا قدي الموضوع ممتع بشكل غير طبيعي. ولازم انت طبعا تكون عارفه يعني لازم يكون ده knowledge قوية عندك. سيبك بقى من المادة خالص خلينا نتكلم عنه باستفادة اكتر. فوالbrainstorming هو اولا هو تكنيك. كلنا كبني ادمين بنعمله. يعني سواء انت بقى software engineer او لا او يعني انت كبني ادم بس دماغك شغالة هو حتى جاي من العقل. فانت انت كده كده بتستخدم التكنيك ده وانت بشو اخد بالك وانا هقول لك كمان شوية ازاي. بتستخدمه عشان تطلع عفكار جديدة. بتستخدمه عشان تقرر قرار جديد. بتستخدمه عشان تجاوب على السؤال معين. كل ده انت بتستخدم فيه. ومفروض ان في النهاية انت بتطلع او بتوصل لجول معين او لقوبط معين انت مفيد بالنسبة لك. اللي في حالتنا احنا هنا كsoftware احنا محتاجين مثلا بتاعت بتاعت الصوفتوير او الايديا بتاعتنا. او حتى احنا معندناش ايديا خالص ومحتاجين نطلع ايديا. يعني مثلا الSA project اللي احنا مفروض موجودين فيه دلوقتي ده. هيتبقى نقطة قوية جدا ليك انت انت بتين بتاعك كليدر. يعني ان انتوا تقعدوا تعملوا brainstorming وتوسقوا الموضوع ده بشكل ما. وتقولوا مثلا في المناقشة ان احنا عملنا brainstorming عشان نطلع بالايديا دي. مش بس احنا ايه عملنا search على جوجل وقمنا جايبين الايديا وحطناها. مثلا يعني. طيب. خلينا نقول بقى الbrainstorming مفروض بيمشي ازاي او ايه الفيس بتاعته. فعندنا اول phase. الايديا generation. تاني phase ان ان انت بتبتدي تجروب الايديا دي. يعني تبدأ تكلاسيفاي الايديا دي. تبدأ توصلها ببعض وتبدأ ان ان انت تعمل لها جروبينج يعني. واخيرا بترفيو الايديايز اللي انت طلعتها. طيب. الموضوع ده بيحصل ازاي? او خلينا اقول لكم برضو ده بيحصل ازاي في عقلك? طيب. انت دولتي مثلا لو انت تخاني انت قعد في محاضرة والدكتور سأل سؤال معايا. فاول حاجة عقلك بيعملها ان هو بيبدأ يجمع اي اجابات ممكنة ممكن تتحط للسؤال ده. بتلاقي جاب ميت حاجة عشرة سؤاليا. جاب لك اجابة اجابة واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة ممكن يجيب لك وانت بتفكر حاجات ملاش علاقة اصلا بالمشكلة. يقول لك مثلا الاهل هي لعب النهاردة الساعة تمانية بالليل. حاجة ملاش علاقة بالموضوع. بس ده جي برضو. فالمرحلة اللي بتيجي في الاول دي اللي بيكون بدون تفكير انت بس عقلك شغال واحد وانت مش قصد انت تعمل كده بسوعة عمل يجيب لك معلومات بناء على السؤال اللي تسأل. ده بنسميه ايديا جينيريشن. بدأت انت تجمع افكار كتير. وفي المرحلة الاولى دي وده عندنا في المنهج اللي انا بقوله. في الفيز الاولى دي مفيش حاجة غلط. وده هنشوف كمان شوية. يعني في اول فيز مفيش حاجة ممكن تقولها غلط. يعني انا حتى بقولك ان انت جي في بالك ان الاهل هي لعب مش عارف الساعة كان وده ملاش علاقة بالسؤال. ده ما يعتبرش غلط برضي. في الفيز الاولى ما يعتبرش غلط. هتحطه. وهتعتبره معك. لان انت هتشيره في فيز تانية جاية قدام. في الفيز التانية بتبدأ ان انت تجروب الكلام اللي انت طلعته. فانت قلت اجابة واحد واتنين وتلاتة وعشرة ومش عارف ايه. تبدأ بقى ان انت ايه? تجروب الكلام ده. تحط كل ببعضه في مكان لوحده. فهتلاقي في الاخر ان في حاجة كده لوحدها ملاش لازمة. دي هتتشال في اللي في الاخر. اللي في الاخر. اللي بتبدأ ان انت تقارن ما بين الايجابات اللي انت طلعتها او بقى اللي دلوقتي بقى او كذا جروب تتكارل ما بين الجروبات اللي انت طلعتها وتشيل المتكرر مثلا وتبدأ ان انت تشيل اللي ملوش لازمة اللي انت قلته في اول فيز وفي النهاية خالص بتطلع بافضل حل. ده بيحصل معاك انت كبني ادم بيشتغل لوحده. اما البرينستورمينج سيشن بقى اللي بتبقى موجودة في الشركات وبتبقى موجودة في الجامعات وبتبقى موجودة في اي مكان احنا عايزين نجتمع مع بعض عشان نطلع فكرة. بيكون كل واحد من افراد التيم هو اعتبر محتوظ جوعاقل واحد. فاول في اول فيز دي بمسلا معانا صبورة كبيرة او معانا لوحة كبيرة جدا بيضة. ويبدأ مسلا الليدر معاقلة. ويبدأ يقول يا جماحنا النهاردة عايزين نفكر في بروجيكت. نعمله في الاس اي اي. البروجيكت ده مسلا مفروض يكون دايناميك. مفروض يكون ويب. اه مفروض يكون فيه فرانت اند ومفروض يكون فيه باك اند. دي كده المعطيات بتاعت. ويتعمل خلال مثلا شهر. مثلا. فالناس تبدأ تقول افكار. اه مثلا خلينا نقول نحن مثلا هنعمل السيستم ده لبنك. حل? فالافكار اللي ممكن تيجي في الاول هنا او الكلام او سينجز اللي ممكن تتقال هنا ايه? اي حاجة related بالبنك. اي حاجة related بالبنك. المفروض ان ده اللي عقلك يفكر فيه عشان يقوله. فمسلا تلاقي حد اما قيل لك باي منت. فتقوم كاتب باي منت. حد تقني اما قيل اه 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 ترانسفير. فتقوم انت كاتب اه او ترانسفورم. تقوم كاتب مسلا او ترانسفير ما عرفش. تقوم كاتب. حد تاني قال اي تي ام. تقوم كاتب اي تي ام. حد قال تاني لوكيشن. حد قال فروع. حد اي حاجة تتقالها تتكتب. حد قال لحاجة مالهاش علاقة بالبنك اصلا. وانت عارف كليدر ان ايه مالهاش علاقة بالبنك. برضو كتب. دي الفكرة ان ما فيش حاجة غلط في اول ايه? فيز. طيب خلاص قعدنا نكتب. هنفضل نكتب لحد امتى. حاجة من الاثنين. يحد ما انت حاطة وقت معين للبنة ستشل. فمسلا انا قيل ان احنا معانا ساعة. مجرد ما الساعة دي تعدي خلاص. هنبدأ نوقف اول فيز وهنخش في الفيز اللي بعدها. او ان انت حاطت. اه. 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 او لحدة من الناس تسكت. يعني الحد لما خلاص. اه. ما فيش حد عنده افكار جديدة. فخلاص كده هنقفل اول ايه? اول فيز. الفيز التاني بقى انت خلاص كتبت ميت حاجة في الورقة البيضة ولازم مش ورقة بقى لازم تكون حاجة كبيرة عشان تساع كل الافكار والناس تقدر تفكر على القد ما تقدر وتعصر عقلها زي ما بيقولوا. من غير ما تفكر. انت برضو كبني ادم او انت كواحد من التيم وانت بتقول الفكرة ما تفكرش فيها. يعني وانت مثلا بتطلع من يعني ليه جي في بالك اقوله على طول ده افضل. انت جي في بالك اي تي ام وقوله. ما تعالش بقى تفكر هل الاتي ام دي ليه علاقة بالبنك ولا لأ? طب هل الاتي ام دي هينفع اصلا تكون لأ ما تفكرش. اللي يجي في بالك اقوله. دي 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 الفكرة في اول بتاع. اول فيز. تاني فيز بقى بنبدأ ان احنا نجروب يعني الليدر والشباب اللي قاعدت تقول افكار ما بنقولش بقى افكار جديدة ونبدأ ان نجروب الافكار اللي طلعت ونوصلها ببعض وكزا. عشان في الاخر خالص نكون شلنا كل اللي ملوش لازمة ونكون طلعنا فعلا باستراكشر بقى للسيستم او طلعنا بكزا ممكن بعد كده نحاوله او نستفيد به بشكل كبير جدا جدا جدا. فالبراينستورمينج حاجة مش ميتة حاجة موجودة لحد الوقت وبيستخدموها كتير. امهم جدا انت ستكون عارفة. فيه بقى هنا هتلاقي رولز بتتقال في البرينستورمينج. فزي ما قلت هنا مسلا set time limit for brainstorming. انا ما تسيبوش مفتوح. ده يفضل يعني علشان نيجي عند وقت معاين نقول خلاص كده. لان لو ستبتغى مفتوح ممكن ناس توقع تقول افكار. لان زي ما قلت انت في اول phase اللي بيجي في بالك تقوله. فممكن بقى تكتشف ان انت بقى لك اربع ساعات. الناس عملة تقول حاجات كتير جدا. وده هيكلفك قدام كتير. بص بقى هنا. all ideas are both ideas. مفيش حاجة غلط. مفيش حاجة ممكن نقول عليها انها ideas وحشة او وحلوة. كده كده كل اللي هيتقال يعتبر كويس. بس ممكن بقى تقرب بقية الحاجات. دي يعني دي تكنيكال شوية للشركات وكده. record all ideas. all brain storming ideas. لازم تسجل كل الكلام اللي بيتقال. وهكذا. عشان بس نطولش كتير في الbrain storming انا بحب بصراحة. ده كده احنا خلصنا من الbrain storming. وزي ما قلت الbrain storming مش بس. في السوفت وير ومش بس علشان يطلع سينجز ومش بس فيز معينة من الفيز اللي احنا عارفناه. في اي مرحلة من مراحل السوفت وير. او في اي مرحلة من مراحل السوفت وير. تقدر تعمل في اي وقت. حب. وممكن تعمله لوحدك ولكن يفضل ان انت تكون يكون مجموعة كبيرة عشان يبقى في افكار متفاوتة. طيب. برضو في حالة او يعني في الشفتر دا تحديدا هو بيتكلم ان الbrain storming بيتعامل مع اليوزر. بمعنى ايه? بمعنى ان انت في اول اه في اول session دي. بتبدأ انت تجمع انت وال TEAM بتاعك. افكار كتيرة عن الايه? عن ال project ان انتو هتعملوه. مين بقى هي بيقعد معك وانتو بتعملوا àideas اليوزر? ده ده في الشفتر ده بيتكلم عن كده يعني. ان انت خلاص مسا حتعمل سيستم لبنك فانت طلعت افكار كتير جدا عن البنك وكتبتها تجيب اليوزر بقى معك في الفيزة التانية عشان يبدأ يحدد ايه منهم اللي فالد و ايه من هم اللي مش فالد من وجهة نظر وايه. ده طبعا في الشابتر ده. بس زي ما بقول ده مش شرط انه هو بس ده اللي بيحسن. انت ممكن تعمل برينستورمينج عشان تطلع في الاول من غير اليوزر وحاجات كده ايه. طيب. انا رجعت وقلت اليوزر لان الفرق الجوهري ما بين الناون مش موجود. في الناون التكنيك اليوزر مسلا ما عندوش وقت ان هو يكون موجود معك. وانت برضو ما عندكش الوقت ان انت تعمل برينستورمينج او التكلفة مثلا بتاعت البرينستورمينج بيكون وقتها عالية او كزا. فبتستخدم اه تكنيكس ممكن لحد ما معمولة مثلا بالاي او حاجة اه ماشيني يعني او تاني مش غالبا مش بيكون انت يعني. وبتبدأ تلف على اللي موجودة او مكتوبة فعليا للبروجيكت اللي انت عايز تشتغل عليه. او عايز تطلع تطلع اللي جواه. بتدي الدكومنتيشن ده للا اي اي موديل او للسوفت وير او حتى ليه كنتة يعني بس ده قليل لما بيحصل. وهو بيبدأ يطلع كل اللي ممكن تطلع من الدكومنت ده. يعني ممكن نقول ضبنيا ان هو بيطلع تلقائي. بيبدأ يطلع الاول بعد كده يطلع. فمسلا في البنك هتلاقي البنك نفسه كبنك ده يعتبر نون ممكن يطلع. بيمنت تعتبر نون. ما هو نون وسينج برضو في نفس الوقت. وهكزا. فنشوف مثال عليه كمان شوية. اهو. مسلا اكاونتنج. ويبدأ يحط نوتس. ان الاكاونت ده مسلا اللي علاقة بايه. البنك اردر. هو يقوم ايل هنا. البنك عموما. الكاتالوج وهكزا. كل دي نونز بيبدأ يطلعها. ودي تعتبر ايه? تعتبر سينجز برضو. للسيستم ده اللي بنبدأ بعد كده نتعامل معه. خلي بالك في الاسئلة وفي برضو في فهمك انت الفرق الجوهري ما بين الناون والناون تكنيك والبيرينستورمينج تكنيك. ان في البرينستورمينج لازم يكون يعني في الشابتر ده انه لازم يكون معاك يوزر. اما في الناون انت مش محتاج اليوزر. انت بتبدأ تعمل ده الواحدة. اليوزر بقى مش فاضي او كزا او كزا. فبتستخدم الناون تكنيك. برضو هنا في البرينستورمينج بيكون فيه لست يعني بتبدأ تجروب الريليتد ايدياس ببعضها وبتكون الموضوع منفتح اكتر لان انت ما معاكش بتعمل على اساسه وانت بتجيب الايدياس من عقلك. اما هنا في الناون انت بيكون معاك ديكومنتيشن ووزن الديكومنتيشن ده بتبدأ تطلع اللي فيه. ما بيطلعش حاجة من براية. تمام. بس انا كده خلصت. سيشن اظن هنا بسيطة. مفوض بقى انت دلوقتي يعني حاول بقى تروح على طول للفيديو اللي بعده. اللي هيكون بيتكلم عن الكلاص ديجرام والاردي ديجرام اللي بيطبق فيه ازاي بقى هنستخدم السنجز دي اللي احنا طلعناها. عشان نربريزنت الكلام ده فيه كلاس ديجرام. فمسا احنا طلعنا سنج اسمه بنك. فالبنك ده هيكون كلاس كامل في الكلاس ديجرام ومربوط بيه حاجات تانية وفيه انهرت واجريجيشن وكمبوزيشن والكلام ده. كل ده تشرح بالتفصيل في الفيديو اللي انت هتلاقيه طالع هنا او هنا يعني. بس بالتوفيق ويا ربي يكون كل حاجة واضحة. لو حد عنده اسئلة من اللي بيحضر معايا يمكن يسا. حد عنده اسئلة?